أقمت منظمة الغوث للتنمية والحقوق مؤسسة زاجل للإعلام والتنمية بمدينة سيئون الملتقى العيدي الأول لإعلامي وادي حضر موت بحضور نخبة من المتخصصين والعملين في وسائل الإعلام الرسمي والخاص وهدف الملتقى إلى تعزيز روابط المهدى والتعاون بين زملاء المهنة وتبادل الخبرات الإعلامية وتعزيز التعاون المهني ومناقشة التحديات التي تواجه الإعلاميين في وادي حضر موت إضافة إلى تعزيز الدور المجتمعي للإعلام وأثر اللقاء بعدد من النقاشات والمداخلات حول واقع الإعلام في وادي حضر موت والسبل النهوض بالإعلام في نقل الواقع والمعاناة والتعامل مع الأحداث ونقلها بمهنية إضافة إلى تجارب وخبرات الإعلاميين في مختلف المجالات